ولم تنتظر أنقرة كثيرا لترد على تفجيرا انتحاري تبنى حزب العمال الكردستانية المحظور قرب وزارة الداخلية في العاصمة التركية فبعد ساعات قليلة فقط قصفت إيران الجيش التركي مواقع في العراق وتحديدا في جبل قنديل قرب الحدود الإيرانية والذي يعتبر أحد أهم معاقل حزب العمال الكردستانية تقول الحكومة التركية أن ضرباتها دمرت عشرين هدفا وقضت على العديد من المصلحين الأكراد في إقليم كردستان العراق قلافت أيضا أن القصف التركي الأخير جاء بعد بيان مشترك للرئاسات العراقية الأربع يؤكدون رفضهم لأي عدوان يستهدف الأراضي العراقية كونه يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة كما شهدت قرى أخرى في جبل قنديل قصفا آخر نفذ بطائرة مسيرة الأسبوع الماضي فيما بات هذا الأمر روتيني بذريعة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني في المنطقة وعليه تؤكد السلطات العراقية أنها سجلت نحو ثلاثة وعشرين ألف انتهاكا لسيادة الأراضي العراقية من قبل إيران والتركيا خلال أربع سنوات الماضية عبر قصفا صاروخيا ومدفعيا وجوي جميعها وقعت في إقليم كردستان ومن المعروف أن تركيا تقيم عشرات القواعد في إقليم كردستان العراق منذ أكثر من خمسة وعشرين عاما على امتداد تاريخ نزاعها المفتوح مع حزب العمال والمصنف إرهابيا لديها